إن شاء الله يا أخواني في هذا الفيديو حبيت أخبركم عن موضوع يدعو إلى التفكر ويدعو إلى التعجب ويدعو إلى الذهول عن قصة شخص هو رحال ومغامر ومستكشف وكان له علاقة بالاستخبارات لأنني قريت عنه أن هذا الشخص كان عسكري قبل أن يأتي للجزيرة العربية قبل أن يأتي للجزيرة العربية في بدايات النهضة لدول الخليج أنا ما أهمني أن هذا الشخص يعني أنه كان يكتب عن المجتمع ويدرس عاداته وتقاليده ويشخص فكرة الأيديولوجي وهذه الأمور أنا ما أهمني هذا الشيء أنه يجمع هذه البيانات ويكتب عنها والهدف منها والقاية منها أن اللي أهمني من هذا الشخص كان يعني في الجزيرة العربية ما كان معه أجهزة ما كان مع أجهزة كيف استطاع هذا الشخص الرحال والمغامر يعني كان معه جمل وكان معه مرافقين اثنين يغومون بحمايته من ضفار كيف استطاع هذا الشخص ما عنده أي أجهزة أن يعرف أن في بعض المواقع يوجد تحتها قاس ما عنده أي أجهزة أنا قريت عن هذا الشخص قبل عشرين سنة وقبل أكثر من عشر سنوات يخبرني أحد الأشخاص عمه كان يعمل في أحد شركات النفط سائق وكان معه مهندس أوروبي وكانوا يبحثون لمدة تقريبا سبوع يبحثون عن معالم يعني هذا المهندس الأوروبي قال قرأتنا عن هذا المكان وهذه المنطقة أنه مبارك ابن لندن هذا المستكشف هذا الرحال والمقامر التي هي للجزيرة العربية كاتب أن تحت هذه المنطقة يوجد في قاس حقول من القاس وواصف لهم المعالم ويدوروا عن تلك المعالم التي كاتب عنها مبارك ابن لندن والفرد في سيغار لمدة أسبوع وعثروا عليها في الأخير وحصلوا القاس أنا سمعت هذه الغصة أنا ما استمعت عن هذا الشخص لأن الإنسان معادي عرف أن هذا الإنسان الذي أدى للجزيرة العربية تم لمدة تسع سنوات وكم مرة يعني شاف الموت كانت مهمة صعبة معه تسع سنوات هو في الجزيرة العربية فكيف أنه اللي يدعوني للتفكر كيف استطاع هذا الإنسان أنه يعرف أنه في بعض المواقع موجود تحتها قاس أي علم لدى هذا الشخص وني جلسته تفكر شوفه نقريت عنه قبل عشرين سنة وأخبرني بهذه المعلومة قبل تقريبا عشر سنوات شخص والحين خلال هذه السنة توصلت إلى هذا الشيء هذا الشخص عن تقريبا خال هالشهور الماضية توصلت أنه كيف هذا الشخص استطاع أن يعرف أماكن وحقول القاس في البداية سوف أخبركم عن هذا الشخص ثم بعد ذلك سوف أخبركم كيف كان يعرف بدون أي شيء معه جناقة ومعه مرافقين اثنين وماء والتمر أغلب ذاتهم كان في سفراتهم كيف يعرف أنه نقاض سوف أخبركم في آخر الفيديو في البداية سوف أعطيكم معلومات عن هذا الشخص اللي هو إنسان معادي طبعا يا أخواني هذا مبارك من لندن اسمه ويلفرد في سيغر أتى إلى الجزيرة العربية في سنة 1945 في بدايات النهضة والتقدم في دول الخلي والبداية الاستثمار طبعا الدول الأوروبية والشركات الأوروبية مثل الشركات النفط والقاس والشركات الاستثمار قبل أن تأتي يعني اسمعوا أن في دول شركات يعني خسرت ملايين مليارات مثلا للصومال بعد ذلك واجهتهم حصلت مشاكل مثل الحروب الأهلية التي حصلت في الصومال يعني وخسرت الشركات النفط والقاس فهم كانوا يبحثون عن شخص مثل مبارك من لندن ويكتب مثل هذه المعلومات هذا إنسان ذكي هذا الإنسان لما أتى من أوروبا تخيل يعني من أوروبا دولة حضارية دولة يعني كانت متقدمة ويأتي لكي يعيش في صحراء الجزيرة العربية على جمل وأقلب زادة كان الماء والتمر وكم مرة يعني أنا قريت عنه كان سوف يتعرض للموت يعني كانت هناك يعني في بعض المشاكل كان في قطع طرق وما كان في أمن وشيرطة وبوليس وكذا يعني مثل مثل الحياة الأوروبية فهذا الشخص من خلال رحلاته واستكشافاته سوف تلك بعض الممت عنه أنه في البداية كان يكتب عن المجتمع عن فكرة وإذا كهل توجد معهم أفكار أيديولوجية يعني مثلا خطيرة هو يركز على أشياء خطيرة مثل الفكر تعصب أو تطرف أو عنصرية أو قبلية أو أي شيء أو مثلا حياتهم الاجتماعية نظام حياتهم الاجتماعية مثلا أقلب القبائل مثلا بعضها مرجعياتها في القرى ترجع إلى شيخ معين إلى القبيلة التي هم ينتمون إليها يعني هو الذي يحل أمور حياتهم يعني مثلا هم في بعض مثلا في الوطن العربي هل توجد مع مثلا منوع الديانات الموجودة أو مثلا هل توجد معهم مرجعيات دينية لم تكن هذه موجودة أو مثلا أحزاب سياسية أو هذه ما موجودة كانت يعني فهذه الأشياء هو يعني يكتب ولما مثلا كان يمشي ويشوف مشكلة أو موضوع أو المشاكل هو ما يشوف هذا المنطقة ويش حصل شما سويش مشكلة يعرف أن هذه المشكلة سببها فكر أيديولوجي مثلا هذا الموضوع سببها فكر تعصب لنوع ما لأي فكر معين أو هذا الفكر تطرف أو هذا الفكر مثلا يكتب عن أي شيء تطرف تعصب أحزاب أو قبلية أو كذا أو كراهية أو بغضاء أو فتن أو مشاكل أو حروب أو أي شيء يكتب عنها مثلا حروب مثلا بي قبيل وقبيلة أو فتن بين كذا كذا بين عرق وعرق ببيض أو أسود هو كان هذا يعني هذه الأشياء موجودة فكان هو يكتب عنها ويدرس حتى الأخلاق فكان فكتب عن الجزية العربية أن أخلاقهم سينة يعني تمتازون بالكرم وكذا لكن الكتب هو عن بعض الأمور عن بعض المشاكل يعني في أحد موظفه كان يعني خلال رحلاته عن المؤلمة والمحزنة والمؤسفة التي شاهدها أمام عينه طفل صغير لا يتجاوز العشر سنوات فأحد الأشخاص عندما شافوا هذا الطفل قتلوه بدم فارد فقالوا ليش؟ قالوا عشان إذا عندما هذا الطفل عندما يكبر ما يقتل أحد فكان يعني هذا عند سببه يعني فتن يعني اسم هذا الفتن موجودة معهم تسمى بفتن قبلية يعني وكتب عنها حادث هذه الأشياء في مذكراته غريت عنها فهذا الشخص هذا الشيء يعني هدفه كان يكتب معلومات عن المجتمع وعن الفكر رجالة ترس الفكر وكان يعني يكتب عن الجيولوجيا يعني بعض الأمور ما هي شيء بسيط يعني وبإمكان يعني أن يدرس الجيولوجيا ويكتب عنها المعادن منطقة الفرادنية فيها معادن كذا معادن كذا هذا سوف يكون ظاهر يعني من خلال الجبال من خلال التربة سهل أنك تعرف المعادن لكن الآن حين سوف أخبركم كيف استطاع هذا الشخص الغاز على عمق يكون أن في بعض المناطق يكتب عنها أن فيها غاز الآن سوف أخبركم طبعا يا أخواني مثل ما سمعت وخبرتكم عن بارك بن لندن النبذ بسيطة عنه وعن هدفه وغاياته ونوع المعلومات التي يجمعها ويدرسها ما كان هدفنا فيه الفيديو هدفنا فيه الفيديو أن نبارك بن لندن خلال رحلاته واستكشافاته عندما كان يمر على بعض المناطق كيف استطاع أن يعرف أن هنا موجود فيه غاز ويكتب عن معالمها واسم المنطقة وكذا وبغرب معلم فلاني كذا كذا جبل أو منطقة أو صحراء أو كذا ويكتب عنها أن هنا موجود فيه حقول غاز في البداية رح أذكركم كان هذا الشخص مع مهندس قال قرأت عنه في أحد مذكرات مبارك بن لندن أن في هذه المنطقة على حسب هذه المعالم الموجودة الآن في هذه الخريطة التي نحن فيها أنه موجود هنا غاز وقلسوا يدورون مدة أسبوع اليما حصلوا على الغاز فالذي يدعي للتفكر والتعجب مبارك بن لندن هذا إنسان معادي كان معلم كان عندما يمشي نحن لبعض الناس يقول دحقتها مايه والسباب غييه السراء من كثر الجهل يعني في بعض الأقبياء إذا ما كان يمشي في الصحراء في أحد من طبوط القباء يفكر مايه قدامه هو سراب لكن شوفوا دحق مايه قال يقول دحقتها مايه والسباب غييه السراء غييه السراء يسمونه هو سراب يعني السراب يشوف سراب يفكر مايه أو يحسبه الضمآن مايه عندما الناس تشوف سراب فكره مايه هواب مايه هذاك السراب اللي بعض الأحيان تشوفونه هذا ليس ماء هذا يكون عبارة عن بخار قاز بعض المناطق عندما يكون فيها قاز هذا القاز بعضه يعني يتخلل عبر مسامات التربة ويظهر فوق سطح الأرض عندما يطلع فوق سطح التربة شوفوا عندما يطلع كمية القاز يعني مثلا لو دخان لو دخان كبير مثل السحاب شافين متجمع بقرب بعض وبعض ينشاف سحاب لكن هذا ينشاف يلمع من بعيد ينشاف كأنه ماء ونطيف وصافي هذا عبارة عن غاز يعني أنت تشوفه كذا كأنه ماء على حسب مساحته يعني تشوف هذه المنطقة مثل مثل النهر أو كذا أو مثل البحيرة تشوفها كأنها بحيرة هذه المنطقة يطلع منها بخار غاز فتشوف أنت على شكل بحيرة ماء لأنك هيش؟ لأنك نظرك عندما يخترق تلك الذرات البخار تشوفها على شكل بحيرة يعني متراصة فوق بعضها البعض عندما فالإنسان لما يشوفها يفكرها ماء لكن الإنسان العالم اللي عنده خبرة يعرف أن هذا موجود تحت فيه غاز ونوع هذا الغاز غاز نطيف يعني ينشاف في البخار فيشوف أنه هنا موجود فيه غاز فيعرف يعني هذا هذا ما بخار ماء هذا ما شكل ماء هذا شكل غاز تشوفون هذا الإنسان نساء معادي لما كان بعض المواقع اللي يشوف فيها سراب ويعرف أنه غاز يكتب عنها ويكتب مع علمها أن هذه المنطقة يوجد فيها غاز تشوفوا كيف هذا الإنسان هذا السر الذي كان يستكشن به بدون أي جهزة كان معها جمل ومع شيء بس مجرد نظرتها الثاقبة وما يمتلكها من علم وفهم وذكاء يا أخوان شووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أن خلاص هذا الإنسان يعتبر جاسوس هذا الإنسان قد يكون دخل عشان يبي يصلح أو هذا الإنسان يجمع هذه المعلومات ويدرس هذه الأشياء ويطلع على هذه الأشياء أنه فقط من باب للطلاع أو يجمع معلومات أن هذا الشيء مثلا بروح واستثمر في مكان واستثمر شركة واستثمر بخسر ملايين مليارات تغازمه وبداية ما بريب عقب مليارات موجود فيه مثلا فتن موجود فيها مشاكل موجود فيها او حروب او كذا بلد غير مستقر اجينا اخسر ملايين فيها مليارات وبعد ذلك يعني كم سنة تخسر بسبب هذه المشاكل فهم كذلك يعني فرق ما بين انسان يعني بعض الناس يعني مثل دراسة يعني يقول لك مثلا يدرسونهم يعني في بعض الدول يعني يدرسونهم شمون اختبرون ذكاء هذا الانسان روح يسافر لأي دولة وجمع لنا معلومات فيدرسون يعني هذا الانسان اخر شيء خلاصة ويش راح يجيب شيء المفيد فما كل انسان يعني يمع معلومات ويدرس المجتمع او الافكار ان الشرط ان هذا الانسان جاسوس يعني او يبيضر او كذا فرق يا اخواني فرق ان الانسان يدرس يعني عادات تقادية اسمه اكلهم لبسهم عاداتهم نظامهم حياتهم الاجتماعية فهذا شيء بس عادي يعني الانسان لما يدرسه لما يجي انسان ويدرس هذا الشيء فانا مثلا لما اسافر لأي مكان اشوف عاداتهم تقاليدهم نظامهم فكرهم دياناتهم ما فيه شيء يعني مجرد بس كذا 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 مجرد نظرة فما شرط عني اي انسان يعني بعض الناس خاص يسمع اوه هذا يعني الشيء مثير يعني شايفين يقولك هذا يسمعون قصص الجواسيس يسمعون كذا ففرق يا اخواني بين يعني جاسوس وبين انسان لها نظرة ثاقبة يعني ويتعرق على الاشياء والمهمة وكذا بس في مقرد مجرد الطلاع وكذا وفهم فلا تقولوا يعني خاص مبارك باللندن كان يعني شكل خطر مبارك باللندن لم يكن شكل اي خطر بالفعل هو يعني كتب عن اشياء جميلة يعني ومحتواها الذي جمعه كان محتوى جميل وصورة عن الصور وذكريات وكذا ومذكراتها كانت جدا جميلة وهادفة واستفاد منها وناس كثيرون وانا احد المستبيدين لانه موثق واتمنى ان استفدتم من هذه الغصة وتعرفتم على مبارك باللندن وعرفتم كيف كان يستكشف حقول الغاز بنظرته الثاقبة اشتركوا في القناة